اهلا بكم مشاهدنا الكرام لحلقة جديدة من المساء اليمني القضاء في اليمن تحت سيطرة الحوثيين والمجلس الانتقالي تحول إلى أداة قمع وإرهاب للمجتمع يستخدم الطرفان المحاكم لتصفية خصومهم السياسيين وإسكاة المعارضين من خلال محاكمات صورية وإجراءات مخالفة لروح القانون ونصوصه انهيار القضاء في اليمن ليس وليد اللحظة بل هو نتاج تراكمات تاريخية فطرما كان الجهاز القضائي هدف لسيطرة تيارات عقائدية سعت من خلاله إلى السيطرة على المجتمع وتنصيب نفسها وريثا للحكم مدفوعة بأوهام الاستفاء الإلهي ومع وصول جناحها العسكري للسلطة عبر الانقلاب في العام 2014 تحول القضاء من مؤسسة مستقلة تحمي الحقوق والحريات إلى أداة قمع بيد الميليشيات المسلحة وعلى رأسها جماعة الحوثي ولم يعد القضاء ملاذا للعدالة ولو شكليا بل بات سلاحا يستخدم لإسكاة المعارضين وإرهاب المجتمع وانتهاك حقوق الإنسان بشكل لم يسبق له مثيل قرارات الإعدام الأخيرة الصادرة بحق مجموعات كبيرة من المدنيين والعسكريين تثير قلقا بالغا بشأن مدى قدرة هذه الجهات على تسييس القضاء واستخدامه كسلاح بالصراعة الداخلية هذه القرارات تحمل في طياتها رسائل سياسية واضحة وتستخدم كوسيلة لترهيب المعارضين وتثبيت سلطات الأمر الواقع وتنظر بمرحلة قادمة من الانتقام والقمة دعونا نذهب لمشاهدة هذا التقرير ثم نعود إليكم خلال أسبوع واحد أصدرت المحاكم التابعة لميليشيا الحوثي والمجلس الانتقالي أحكام إعدام جماعية بحق 62 مواطنا وهي أحكام تشير إلى مدى وقوع جهاز القضاء في مجال سيطرة الميليشيات الحاكمة شمالا وجنوبا الميليشيات الحاكمة بسلطة الأمر الواقع تستغل القضاء لملاحقة وإقصاء خصومها السياسيين والعسكريين والمدنيين حيث يتم تلفيق التهم وإصدار أحكام جائرة بحقهم في محاكمات صورية تفتقر إلى أن معايير العدالة والنزاهة كما يتم استخدام القضاء لترهيب المجتمع وإسكاة الأصوات المعارضة حيث يتعرض النشطاء والمثقفون والصحفيون والمدافعون عن حقوق الإنسان للاعتقال والمحاكمة بتهم يصفها المحامون بالملفقة والركيكة ابتكر الحوثيون أجهزة قضائية جديدة للمساعدة في التنكيل بالخصوم من جهة والإحكام السيطرة على الجهاز القضاء التقليدي من جهة أخرى حيث تم إنشاء جهاز تحت مسمى الحارس القضائي مهمته نهب أموال الخصوم كما تم إنشاء اللجان العدلية ومهمتها تفكيك ما تبقى من الجهاز القضاء المستقل وفرض الرقابة على القضاء لدرجة تتجاوز سلوكهم المهني إلى فرض مشاركتهم في أنشطة الميليشيا ودعوة المحيطين بهم للانضمام الجبهات أو تمويلها ميليشيا المجلس الانتقالي عطلت العمل القضاء لمدة تقارب العام أو تزيد تكللت بصدور قرارات مجلس القيادة الرئاسي التي تنطوي على تسليم كامل الجهاز القضاء في مناطق الحكومة الشرعية لصالح الانتقالي الأمر الذي بدأ اثماره تظهر على شكل قرارات اتهام وأحكام إعدام جماعية كلها موجهة لخصوم المجلس الانتقالي من رجال الحكومة الشرعية أو ضباط الجيش الأحكام الصادرة عن قضاء الميليشيا ستظل محل نقد من قبل رجال القانون ونشطاء حقوق الإنسان الذين يؤكدون فقدانها لشرعية القانونية حيث يتم إصدارها من قبل قضاء غير مؤهلين يتم تعيينهم بشكل غير قانوني ويصدرون أحكامهم بناء على محاكمات لا تضمن أي مستوى من العدالة للضحايا وبالنظر إلى توقيت صدورها فإن من الواضح أن الميليشيات تعدها أدى تضغط وابتزاز سياسي الأمر الذي يفقدها مصداقيتها أهلا بكم مشاهدين الكرام وأرحب بضيوف الذين سيكونوا معنا خلال هذه الحلقة هنا في الستوديو الصحفي والنشط الحقوقي محمد الأحمد مساء الخير مساء الخير أختاسي والمشاهدين وسيكون معنا لاحق الأستاذ عبد الرحمن برمان مدير التنفيذي المركز الأمريكي للعدالة والأستاذ توفيق الحميدي رئيس منظمة سام للحقوق والحريات فأهلا بكم جميعا أبداء من عندك أستاذ محمد برأيك ما هو دور القضاء اليوم في تصفية خصوم الحوثي وإرهاب المجتمع من خلاله كما تابعنا مساء الخير لك والمشاهدين أولا هذه هي القرارات التي أصدرتها ميليشيا الحوثي من خلال المحكمة الجزائية المتخصصة بقضايا الإرهاب وأمن الدولة ليست الأولى فقد سبق لميليشيا الحوثيين أن أصدرت أحكاما بالإعدام بشكل جماعي ضد خصوم سياسيين وضد أبرياء نتذكر المذبحة التي ارتكبتها ميليشيا الحوثيين بحق أبناء تهامة قبل فترة بموجب أحكام صادرة من هذه المحكمة نفسها وبالتالي أولا ليست هذه هي المرة الأولى التي تصدر فيها ميليشيا الحوثيين أحكاما بالإعدام من خلال هذه المحكمة هذه المحكمة ابتداءا هي محكمة لطالما ارتفعت الأصوات طوال السنوات الماضية حتى قبل انقلاب ميليشيا الحوثيين على الدولة والمجتمع في اليمن كان النشاطاء حقوق الإنسان والمحامون يتحدثون أو يؤكدون بأن هذه المحكمة محكمة استثناء وغير مشروعية غير ذات مشروعية ويطالبون بإلغائها وبأن تكون المحاكمات التي تعنى بالقضايا الإرهاب وأمن الدولة لشعبة جزائية جزء من القضاء العادي وبمعنى أن لا يكون قضاء استثنائي لأن القضاء الاستثنائي يعني مشكوك فيه على الأقل فيما يتعلق بالدستور والتشريعات هذا أمر الأمر الآخر الميليشيا الحوثيين إذن استخدمت للمحكمة الجزائية المتخصصة رغم أنه صدر قرار من المجلس مجلس القضاء الععلى بعدم أهلية هذه المحكمة للنظر في القضايا وأحيلة الاختصاص أو وجه الاختصاص إلى محكمة جزائية أخرى أنشئت في مارب وبالتالي هناك يعني عدة أمور يجب أن نتطرق إليها فيما يتعلق أولا بالمحاكمات أمام هذه المحكمة ابتداء الأمر الآخر أيضا القضاء في اليمن في ظل الوضع الراهن وفي ظل تحديدا سلطة الميليشيا سواء ميليشيا الحوثيين في الشمال لا يمكن التعويل عليه في تحقيق العدالة بمعنى أنه غير ذي أهلية تمكنه من النظر في القضايا بالذات قضايا ذات الطابعة السياسي في ظل الحرب وهناك مخاوف حقيقية وجادة قائمة من أن تكون المنظومة القضائية أو ما بقي من المنظومة العدلية في مناطق سيطرة الميليشيا أن يوظف كأداة لتصفية الخصومة السياسيين وبالتالي إذن القضاء في مناطق سيطرة الحوثيين غير مؤهل للنظر في قضايا ذات طابع سياسي ابتداءا بدرجة رئيسية لنهج عن قضايا أخرى الأشكالي الحقيقية بأحكام الإعدام وكما تبعت تم محاكمة مجموعة من أبناء تهامة وتم تصفيتهم وتم تنفيذ الأحكام هذه الكارثة بلعنى أن الموضوع ليس فقط مقر الضغط نحن نتحدث عن ميليشيا لا تدخر جهدا في استخدام أي وسائل أو أدوات للقمع والتنكيل وإرهاب المجتمع هي تطمئن في الحقيقة الميليشيا الحوثية أخت آسيا والمشاهدين هذه الميليشيا اطمئنت إلى أنه لم يعد هناك مخاطر محيطة بها سواء ما يتعلق بمعركة التحرير في ظل فشل الخيار على الأقل حتى الآن من جانب الشرعية والتحالف الداعم للشرعية التحالف السعودي الإماراتي أو تخليه مؤقتا على الأقل أو فيما يبدو أو على المدى المنظور عن خيار الحسم العسكري واطمئنت ميليشيا الحوثيين إلى هذا الواقع وبالتالي باتت تستفرد بالمجتمع في الواقع تحت سيطرتها لممارسة جرائم القتل والتنكيل بالمجتمع بوسائل عدة بطرق مختلفة بما في ذلك توظيف القضاء أو بين قوسين مع أنه لا يتحقق في ما يتعلق بالمحاكم تحت سيطرة الميليشيا الحوثية لا يتحقق فيها وصف القضاء وليس لديها أهلية للنظر في القضايا في ظل الوضع الراهن أولا لأنها خاضعة لسلطة ميليشيا لا تتمتع بإرادة شعبية تمكنها أن تكون سلطة أمر واقع ولأنها أيضا ميليشيا يفترض أن تكون هذه الميليشيا أيضا هي التي تخضع للمحاكمات لا أن تكون هي سلطة فوق القضاء أو هي من تدير المحاكمات بمعنى أن هذه الميليشيا بالأصل المدانة لأنها ارتكبت جريمة مصادرة الإرادة الشعبية وجريمة الخيانة العظمى للوطن والجمهورية بانقلابها على المكتسبات ومبأوا على الدولة اليمنية وعلى المجتمع وعلى الإجماع الوطني وجرت البلاد إلى أتون حرب وفوضى ودمار وارتكبت جرائم ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية فيفترض أن هذه الميليشيا وعناصرها وقياداتها هم الذين يكونون خلف القضبان ويتحكمون بكل هذه التهم ويدانون وتصدر عليهم أحكام قضائية لا أن يكونهم سلطة تستخدم وتوظف المحاكم وما تبقى من المؤسسة القضائية والعدلية تحت سلطة هذه الميليشيا من أجل ممارسة الإرهاب ضد المجتمع والقمع والتنكيل ونستحضر في الحقيقة أن هذا السلوك الذي تمارسه الميليشيا فيما يتعلق بإصدار أحكام إعدام بالجملة هو سلوك إيراني بامتياز هي تقدم صورة مصغرة عن النظام الإيراني الذي يستخدم الأحكام الإعدام الجماعية وبالمناسبة في كل تقارير المنظمات الدولية والأممية النظام الإيراني هو أكبر دولة في العالم ترتكب أو تصدر أحكام بالإعدام وتنفذ أحكام الإعدام النظام الإيراني وميليشيا الحوثيين تضاهي هذا النظام اليوم في ممارسة لا تكتفي بالقتل المباشر وجرائم القتل خارج انطاق القضاء ضد المواطنين من خلال المذابح والجزاء والمجازر الجماعية التي ارتكبت خلال سنوات العدوان الذي شنته على المجتمع ولا حتى بالإعدامات الميدانية ولا بالقتل داخل المنازل المواطنين وفي الطرقات ونقاط التفتيش بل الآن باتت تصدر أحكاماً بين قوسين أو قرارات عبر المحاكمة الخاضعة لسلطتها ضد اليمنيين من أجل إرسال رسالة ترهيب وإرهاب للمجتمع للخضوع لهذه الميليشيا لأن التهمة الجاهزة ضد الناس وضد المجتمع مناصرة ما تسميها العدوان وهي العدوان الحقيقية طيب أستاذ محمد كيف يمكن مواجهة هذا الأمر يعني هناك أناس بسطة يواجهون تهم كبيرة وأصبحت مسألة التعاون مع التخابر مع العدوان والتعاون مع الأعداء وحتى يعني مناصرة العدوان الإسرائيلي أصبح التهم جاهزة وبسيطة يمكن أن من خلالها تمرير كثير من المغالطات يعني بعض هذه المحاكمة لم يستمر أكثر من سبع دقائق وهي تهم مبنية على افتراضات أو على افتراءات طبعاً يعني الحقيقة أولاً يجب تعريت هذه الجماعة حقوقياً وسياسياً وإعلامياً وإظهار هذا الوجه الحقيقي للعالم وللأسف أنه رغم هذه الأحكم والقرارات الحوثية التي صدرت مؤخراً لم نشهد أي حراك دولي أو أي مواقف دولية لا من السفارات ولا من مكتب المبعوث الأممي ولا من أي هيئة أممية رغم أنهم قبل أيام العديد من الفاعلين الإقليميين وحتى أظن مكتب المبعوث الأممي أشاد بإطلاق مجموعة من المختطفين من طرف ميليشيا الحوثيين في خطوة تهدف من خلالها إلى محاولة تلميع وجه هذه الميليشيا المختطفين الذين زعمت أنهم أسروا في الحقيقة العديد من النشطاء كانوا قد نشروا تفاصيل هؤلاء المختطفين أنهم اختطفوا من الطرقات ومبيوتهم وليسوا أسرى حرب أو على الأقل معظمهم ومع ذلك حظيت هذه الخطوة من طرف الميليشيا بإشادة بعض الأطراف لكن هذه الأطراف تلتزم الصمت عندما يتعلق الأمر بقرارات أحكام بالإعدام الجماعي كما حدث مؤخرا 45 شخصا بينهم عدد من المختطفين في سقون ميليشيا الحوثيين تصدر بحقهم قرارات بإعدام جماعي ولا يستبعد أن تقدم الميليشيا على تنفيذ هذه الأحكام بطبيعة الحال هو توظيف هو جزء من توظيف الحوثيين للمحاكم ولصوت الإعدام وقد تستخدم هذه القرارات لاحقا بشكل أو بآخر مثلما استخدمت قرارات الإعدام بحق الصحفيين ثم جرى إطلاق صراحهم في إطار صفقة تبادل أسرى جزء من الضغط فقط أو أنها يمكن أن تقدم على تنفيذ أحكام الإعدام أو عقوبات الإعدام بحق هؤلاء إذن أولا على النشطاء وعلى الحكومة اليمنية تحديدا أن تصعد نشاطها في تعريت هذا الوجه الحقيقي وفي استدعاء مواقف دولية أكثر حزما تجاه هذه القرارات إذن سمحنا أن ننضم معنا في نقاشنا هذا الأستاذ عبد الرحمن برمان مدير التنفيذي للمركز الأمريكي العدالة عبر سكاي مساء الخير أستاذ عبد الرحمن مساء الخير لك وليلأستاذ محمد وأيضا أستاذ توفيق أنا بك بديت أن نضعنا من آخر الأخبار حيث تم الإصدار حكم بإعدام 44 شخص بتهمة التخابر كيف تبعت مثل هذه الأحكام أستاذ عبد الرحمن حقيقة نتوقع مثل هذه الأحكام أن تصدر من قبل الجماعات المسلحة كان قبلها بيوم المجلس الانتقالي الجنوبي قد صدرت إحدى المحاكمة التابعة لها بأحكام بإعدام ثمانية من قيادات الجيش اليمني وكذلك أيضا حكم بالسجن الصحفي أحمد ماهر بأربع سنوات نعم وكذا يعني هي تتكرر الميليشيات تمارس هذا الأمر استخدمت كل وسائل القمع والإرهاب وإخافة الناس وإرهابهم وتكميم الأطواة في ظل وجود هذه الميليشيات التي لا تقدم للمواطن أي خدمة خدمات العامة ولا من التعليم ولا من شيء وإنما عندما يتحدث الناس عن قضاياهم ستجد عدة وسائل من أجل إيقاف الناس عن حديث عن مطالبة بحريتهم بالقوة العيش بالرواتب لذلك هذا نوع من الإرهاب الذي يمارس ضد المواطنين إصدار أحكام الإعدام وحقيقة هذه ليست عملية خطوة تهجيدية كما ذكر الأخ محمد أنه سابقا تم إعدام تسعة أشخاص بل هم عشرة لأن أحدهم توفي داخل السجن تحت التعذيب وعدم تسعة الآخرين أمام العالم أجمع ومن ضمنهم طفل كان مشلول هذا الأمر بين هؤلاء الأربع واربعين تسعة وعشرين سجين لدى جماعة الحوثي والآخرين هم يسماهم الحوثيين فاررين من وجه العدالة أي لم يتمكنوا من القبض عليهم حتى الآن يعني لدينا الآن أكثر من 100 إلى 130 شخص من من صدرت بحقهم أحكام إعدام أو أكثر من 130 شخص فعلا بعد هذا العدد موجودين في سجون ميليشيات الحوثي حياتهم مهددة بالخطر لا نجد أي صدى أو ردود فعل يمكن أن ترتقي إلى مستوى هذا الحدث من قبل المجتمع الدولي من قبل المنظومات الدولية من قبل مكتب المبعوث الأممي وأيضا المبعوث الأمريكي والاتحاد الأوروبي وكل المتدخلين في الشأن اليمني وحتى المنظمات الدولية الفاعلة في مواجهة قضايا الإعدام نجدها تتفاعل ببطء برتابة عجيبة في قضية الملف اليمني وأيضا قضايا أحكام الإعدام وخصوصا أن هذه الأحكام صادرة من حاكم غير قانوني من حاكم تسيطر عليها جماعة مسلحة هذه الجماعة مسلحة تمارس هناك من يتصال سيد عبد الرحمن عن مدى قانونية هذه الأحكام الصادرة خاصة حين تنفذ أولا المحكمة الجزائية المتخصصة هي محكمة غير قانونية غير دستورية من عدة أوجه الوجهة الأول هي اختراق لمادة 150 من الدستورة التي لا تجيز إنشاء أي محاكم استئنافي وهي اختراق أيضا لقام الصلحة الجزائية في المادة الثامنة التي أيضا لا تجيز للإنشاء أي محاكم استثنائية وهي اختراق للأتفاقية الدولية للعهد الدولي للحبوب السياسية والمدنية التي نصت على عدم جواز إنشاء المحاكمة الاستثنائية وأيضا جعلت من حق أي يوم كل من وجهت له تومة أن يحاكم أمام قاضيها الطبيعي هذا من ناحية والناحية الثانية هي أيضا غير شرعية باعتبار أنه قد صدر قرار ميسا القضاء الأعلى في 2018 بإلغاء هذه المحكمة وأيضا إيقاف كافة العاملين فيها وبذلك يصبح كل عمل تقوم بهذه المحكمة غير قانوني غير دستوري لا حجية قانونية له بل أنه ما يمارسه هؤلاء القضاء لا يمارسه باعتبارهم قضاء ولكن باعتبارهم أعضاء في ميليشيات الحوثيين إذن بالعودة إليك أستاذ محمد ما هو تأثير مثل هذه القرارات خاصة من قرارات العدم الأخيرة على تسييس القضاء ما هو تأثيره على ماذا؟ كيف يصبح القضاء مسيسا لجهة معينة ميليشي الحوثيين لم تتدخر جهدا في محاولة توظيف كل مقدرات التي وقعت يدها عليها لتسخيرها في سياق معركتها لتوطين مشروعها وتثبيت مشروعها الطائفي في مناطق سيطرتها بما في ذلك مؤسسات الدولة التي كانت قائمة قبل الإنقلاب ومن بين هذه المؤسسات كما قلت المحكمة الجزائية المتخصصة وكانت العديد من التقارير الحقوقية والهيئات الأممية أشارت إلى أن المحكمة الجزائية المتخصصة محكمة استثناء كما قال أستاذ عبد الرحمن برمان وهي تعتبر مخالفة للعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي يفترض على أن كل مواطن له الحق أن يمثل أمام قضاء عادي وليس قضاء استثناء وبالتالي كان هناك انتقادات كثيرة لهذه المحكمة ولكن رغم ذلك استخدمتها ميليشي الحوثيين ومثلما استخدمت أيضا مقدرات الجيش والمعسكرات لعدوانها على الشعب اليمني والاستمرار في اختطاف اليمن والذهاب به في أحضان المشروع الإيراني إذن كل ما يتعلق بمقدرات الدولة ومقدرات البلاد في مناطق سيطرات الحوثيين استخدم في سياق معركة الحوثيين ضد خصومها السياسيين وضد كل من يعترض عليها يعني هناك العديد من الأشخاص الذين حكموا أمام الجزائية المتخصصة الخاضعة للميليشيا لم يسمى حتى للإطلاع على ملفاتهم أمام بالنسبة للمحامين أيضا لم يبلغ المحامون الذين كانوا يتولون الدفاع عن هذه الضحايا بجلسات المحاكمة إذن هي فقط مجرد يعني محاكمات شكلية صورية الهدف منها إضفاء نوع من المشروعية على جرائم القتل التي تمارسها الميليشيا الحوثية محاولة إعطاء رسالة للمجتمع أن هذه الميليشيا تشكل دولة وأنا لديها محاكم وأنها قادرة على إقراء محاكمات لمن تتهمهم بمناصرة ما تسميه العدوان ولكن في الحقيقة في المحصلة هو فقط توظيف للقضاء وتسييس للقضاء الذي كما قلت وأؤكد أنه بالنسبة للقضاء في مناطق سيطرة الحوثيين تحديدا أو المحاكمة الخاضعة لبعض الأطراف في مناطق الحكومة الشرعية مثل المحكمة الجزائية التي أصدرت قبل أيام أحكاما بالإعدام ضد قادة في الجيش وحكم بالحافظ ضد الصحفي أحمد ماهر والخاضعة المجلس الانتقالي غير مؤهلة هذه المحاكم لإصدار أو هذه الهيئات القضائية لإصدار أحكام أو للنظر في قضايا من هذا النوع لأنها خاضعة لسلطة ميليشيا لسلطات أمر واقع وغير محايدة ابتداء فضلا عن أنها أيضا مشكوك في دستورية أو مطعون في دستورية هذه المحاكم ابتداء فميليشيا الحوثيين توظف كل ما يقع تحت يدها كل مقدرات التي أمكنها الوصول إليها في توظيف معركتها ضد المجتمع وضد إرادة اليمنيين وفي محاولة إرهاب المجتمع والسير به نحو مشروعها في إخضاع اليمنيين للنظام الذي تنهجه ميليشيا الحوثيين وبطبيعة الحال نظام ولاية الفقه أو صورة مصغرة لنظام ولاية الفقه الإيراني حتى بما في ذلك سياسات الإعدام والمحاكمات التي تنتهجها وهي توظف كل شيء بما في ذلك حتى كما شهدنا في ما يتعلق بالمناسبة فقط يعني ما يتعلق أو للتدليل على مدى توظيف الميليشيا الحوثية لكل شيء بما في ذلك القضية الفلسطينية كما يعرف الجميع استخدمتها أيضا في سياق محاولة حشد الناس وحتى فيما يتعلق بقرارات البنك المركزي مؤخرا اعتبرت أن قرارات البنك المركزي في عدن مرتبطة بها القضية الفلسطينية محاولة إذن لتوظيف كل ما قع تحت يدها وكل القضايا التي يمكن أن تستعطف من خلالها المجتمع اليمني وبينما هي تستخدمها فقط للمضيء في مشروعها الطائفي وفي عودة الإمامة وفي تكريسها في المجتمع في مناطق سيطرتها نعم إذن العودة إليك أستاذ عبد الرحمن أستاذ عبد الرحمن كيف تؤثر هذه الأحكام على الوضع السياسي والإنساني في اليمن خصوصا في المناطق الواقعة تحت سيطرة مليشيا الحوتين هو بداية من الوضع السياسي هي رسالة واضحة على أن جمعة الحوتين ماضية في استمرارها في سيطرتها على المناطق التي تحت سيطرتها هي أيضا غير جادة في عملية السلامة التي تتحدث مع المجتمع الدولي وتنضي فيه من خلال وفودها الذين يسافرون إلى الخارج لإجراء المفاوضات وهي تعبر على أن الجماعة هي مستمرة في عملية محاولة فرض هيمنتها على كتب ناحي الحياة هناك الجانب الإنساني لدينا مئات المعتقلين ربما يكونوا آلاف لديهم أطفال شردوا من مدارسهم لديهم أمهات ينتظرون عودة أبنائهم لدينا زوجات ينتظرون أزواجهم وأباء وأسر وعائلات تعاني الأمرين بسبب استمرار هذه الاعتقالات كذلك أيضا عندما يسمع أسر المعتقلين مصدر من هذه الأحكام لا شك أنه يعيشوا حالة صعبة حالة نفسية حتى الأشخاص الذين لم يتعرضوا للمحاكمة حتى الآن مصيرهم أصبح معروف اليوم نرى كل من يقدم أمهما هذه المحاكم تحكم هذه المحاكم بإعدامة أصبح قليل نادرا جدا أن يحكم بالسجن أو حتى أحكام البراءة ربما تكاد تكون منعدمة فقط أود أن أؤكد على نقطة مهمة جدا نحن تحدثنا بداية الحلقة عن المحكمة من الناحية الدستورية والقانونية لكن أيضا هناك الناحية الإجرائية الإجراءات التي تتم أمام هذه المحكمة هي إجراءات كلها إجراءات باطلة تخيلوا أن الأشخاص يحكم بعدامهم باعترافاتهم التي تنتزع تحت التعذيب لا يوجد أي أدل لا يوجد أي أدل لا يتم تقديمها في أمام المحكمة سواء المحاضر جمع الاستدلالات التي جمعت قبل سنوات القانون اليمني واضح أنه في حال اعتقال الشخص أو حيز حريته يجب أن يبلغ فورا بأسباب اعتقاله يجب أن يسمح له بالاتصال بمحاميه بالاتصال بذويه يجب أن يتصل بالعالم الخارجي يجب أن يمثل أمام القضاء خلال مدة أقل من 24 ساعة لا يجوز أن يتجاوز 24 ساعة في حال تجاوز 24 ساعة كل الإجراءات تصبح باطلة يعني أنه كل ما يقدم أمام المحكمة هي أدلة باطلة ويتم من خلال مؤسسة قضائية تدعينها مؤسسة قضائية تحكم أحكام بالعدام وهي أعلى درجة في العقوبة هي عقوبة الإعدام يعني انتهاك حق الإنسان في الحياة يتم بناء على إجراءات باطلة ويتم بناء على اعترافات تمت تحت إن تزعى التعديل نحن لدينا حتى اليوم 330 شاب ماتوا تحت التعديل إما أمام الخيارين كمعتقل إما تصمد ولا تعترف بالاتهامات الموجهة عليك وتموت تحت التعديل وإما أن تعترف وتذهب تموت عن طريق القاضي الذي هو قد باع ذمته وباع ضميره وخان القسم الذي أكسم على أن يحكم بالقانون والتسطور أستاذ عبد الرحمن نفهم من هذا أن الميليشيا باتت تستخدم المحاكم القضائية لتصفية خصومها السياسيين أو إسكاة المعارضين من خلال هذه المحاكم أصورية وإجراءات مخالفة لروح القانون ونصوصه نعم هذا هو الحاصل بالضبط الجماعة المسلحة تستخدم القضاء كأداة من أدوات القمع نحن لدينا في العالم كله الأداة القضاء هو وسيلة حماية أرواح الناس القضاء هو وسيلة حماية أموال الناس حماية عرض الناس اليوم هو ينهب أموالك بالقضاء وينتزح حياتك بالقضاء وينتزح حريتك بالقضاء ويشرد أولادك بالقضاء المؤسسة التي يفترض فيها أن تحميك هي اليوم التي تمارس الانتهاكات اليوم المؤسسة القضائية التي يجب أن تحكم المجرمين من قبضوا عليك ومن مارسوا التعذيب اليوم هي تغسل جرائمهم هي اليوم أصبحت مغسلة لهذه الجرائم شرعا لهذه الجريمة أن يخفى الإنسان سنوات طويلة ثم يقدم إلى المحكمة بعد سنوات مرت سنوات يقدم إلى المحكمة ثم تأتي هذه المحكمة لتصدر فيها أحكام حتى تلغي ما سبق من عملية اعتقال واختطاق وعملية التعذيب وانتهاكات تعرض لها هؤلاء المعتقلين إذن نحن أمام مؤسسة قرجت عن إطارها المرسوم لها طبقا للدستور القانون وتحولت إلى مجموعة مسلحة اليوم القضايا يمارسوا عمل الجماعة المسلحة الجماعة المسلحة تكتل بالرصاص وهو يكتل بالأحكام التي يصدرها هو يكتل بمخالفة للقوانين ويعدم أشخاص أبرياء لدينا أسف الجامحة اليوم يحاكموا وصدرت بحقهم أحكام عدام لدينا نقابيين طلاب ساتذة كل هؤلاء مثلوا أمام هذه المحكمة وصدرت بحقهم أحكام عدام بعضهم في جلسة واحدة الصحفي الجبيحي في جلسة لم تتجاوز السبع إلى ثمان دقائق بدون محامي على رغم أنه القانون اليمني ينص على أنه في الجرائم الجسيمة لا يجوز إخضاع الشخص للتحقيق معهم في النيابة العامة أو محاكمته إلا بوجود محاميه وجوبياً يعني حتى إن لم يكن لديه مال يجب على السلطة والحكومة والسلطة التي تحاكمه أن توفر المحامي وتوفر الأموال للمحامين حتى يدافع عنه حتى تكون هذه الإجراءات صحيحة حتى تكون الحكام هذه الصحيحة نعم إذن أستاذ محمد هل مفرد الحوثي بحروب داخلية في التنكيل بالناس ومصادرة أملاكهم وإصدار قرارات بالإعدام؟ يعني كما قلت بداية أنه الميليشيا الحوثيين اطمأنت إلى أنه لم تعد هناك مخاطر تتهدد وجود هذه الميليشيا ولا مخاطر تهدد سلطتها القمعية والسلطة الأمر الواقع التي فرضتها في عقاب انقلابها على الدولة والمجتمع واجتياحها للمدن وسيطرتها على كل مؤسسات الدولة في المركز في العاصمة صنعاء وبالتالي أصبحت تستفرد بالمجتمع في مناطق سيطرتها وتمارس القتل والتنكيل والقمع والإرهاب وصولا إلى أحكام بين قوسين أحكام إعدامات جماعية وبالمناسبة حتى هذه القرارات بالإعدام لم تستثني حتى النساء يعني المختطفات في سجون ميليشيا الحوثيين صدرت بحق بعض هؤلاء النساء أحكام بالإعدام والتهمة كما قلت دائما جاهزة لدى هذه الميليشيا بين قوسين المرتزقة أو مناصرة العدوان وإذا كنا أخت آسيا إذا كنا اليوم نتحدث عن ميليشيا الحوثيين وهي ميليشيا منبوذة محليا وإقليميا ودوليا وتمارس كل هذه البشاعة وكل هذا التنكيل بالمجتمع فكيف إذا تم الاعتراف بهذه الميليشيا هي كسلطة أمر واقع وكيف إذا قادت الجهود كلها الدولية والمساعي الإقليمية لإحلال السلام في اليمن إلى تسوية تكون الميليشيا جزء من هذه التسوية كيف ستتصرف ميليشيا الحوثيين إذا حصلت تسوية من هذا النوع بالاعتراف فهي بالتالي تعني اعتراف بسلطة ميليشيا الحوثيين وبوجودها ضمن أي تسوية مقبلة كيف ستتصرف هذه الميليشيا كيف ستتعامل مع المجتمع اليمني مع اليمنيين هذه الميليشيا لا تؤتمن على المجتمع اليمني ولا على الشعب اليمني مهما حاولت الادعاء بأنها تدافع عن مصالح اليمنيين أو استغلال بعض القضايا للحديث عن اليمنيين وعن حرصها على مصالح اليمنيين أظهرت طوال هذه السنوات أنها لا تكترث لليمنيين ولا يعنيها مصير اليمنيين بشيء صادرت حقهم في الحياة وفي الوجود وفي العيش صادرت مرتباتهم استأثرت بكل مقدرات البلاد صادرت الخدمات الأساسية اليوم تعمل على تغيير ديمغرافي كبير في مناطق سيطرتها تعمل على قمع وإرهاب المجتمع ومحاولة كتم كل صوت يقول لهذه الميليشيا يكفي أو يجب وقف الانتهاكات يجب وقف الاستغلال معاناة اليمنيين والمتاجرة بها إذن هذه الميليشيا في حال استمرت كسلطة أمر واقع وفي حال تم إغفال جانب الخيار الحسم العسكري واستعادة الدولة وعودت هذه الميليشيا كمواطنين صالحين وطبعا بطبيعة الحال مع محاكمة قادة هذه الميليشيا الذين يروا البلاد إلى هذه الحرب وإلى الجرائم التي ارتكبت طوال هذه السنوات فاعتقد أننا سنكون أمام مشهد قاتم للغاية يجب أن يستحضر اليمنيون كلهم بما في ذلك القيادات الحزبية وقيادات الشرعية والمحيط الإقليمي أنه لا يمكن الوصول مع هذه الميليشيا إلى تسوية سياسية تضمن لليمنيين حقهم في الحياة ماذا عن الانتقال أيضا أستاذ محمد باعتباره جزء من الحكومة ممثلا بأربعة أشخاص في المجلس الرئاسي ومع ذلك يمارس نفس ما تمارسه ميليشيا الحوتي إصدار إعدام بحقها صحيح للأسف ممن هم يعملون في السلك العسكري التابل كانوا جزء من الحكومة الشرعية وصحفي أحمد ماهر يعني أن يحكم عليه بأربع سنوات وهو يمارس عمله فكيف يعني يمكن فهم مثل هذه التناقضة مؤصف جدا فعلا كما قلنا مرارا ونقول دائما أنه المجلس الانتقالي الجنوبي رغم أنه جزء من الحكومة الشرعية المعترف بها أو بات جزءا من الحكومة الشرعية المعترف بها لكنه يأخذ من ميليشيا الحوثيين أسوأ ما لديها يعني هو يحاول أن يقلد ميليشيا الحوثيين في أسوأ ما لديها من جرائم القمع والتنكيل ومصادرة حقوق الناس وصولا إلى المحاكمات الجائرة التي قامت بها المحكمة الجزائية المتخصصة في عدن خضع السلطة الانتقالي كما أشرت في سياق حديثي قبل قليل إصدار أحكام إعدام ضد قادة عسكريين وتهم ملفقة يعرف الجميع مدى تهافت هذه التهم التي وجهت سواء لقائد لواء النقل ومحاكمته وإصدار حقوق الإعدام بحقه وآخرين بالإضافة إلى أحكام بالحبس ضد الصحفي أحمد ماهر بعد سنوات من مطالبته بتقديمه لمحاكمة عادلة تم عرقلة أو إعاقة محاكمته أكثر من مرة تم تعريضه الاختطاف والإخفاء القسري والتعذيب وظهر في فيديو واضح أنه يدلي باعترافات تنتزع منه تحت التهديد وتحت الإكراه واستخدمت ضده في هذه المحاكمة أعتقد أنه لا يليق بالمجلس الانتقالي إن كان لا يزال فعلا كما يقول يعبر عن تطلعات شعب الجنوب كما يصفوه أو أي جزء من الجغرافية اليمنية يعبر عن جزء من الجغرافية اليمنية أن يمارس نفس سلوك ميليشي الحوثيين في القمع والتنكيل على المجلس الانتقالي طالما وأنه كان له حظ على الأقل من مقاومة الحوثيين والتصدي لجرائم الحوثيين أن يكون عند مستوى المسؤولية عند مستوى مسؤولية سياسية على الأقل باعتباره جزء من الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا لأنه سيكون على طائلة المساءلة والمحاسبة إذا هذه الانتهاكات والجرائم يعني لا يعقل أن اليمنيين الذين ضاقوا ذرعا بجرائم ميليشي الحوثيين ووجهوا أنظارهم إلى الحكومة الشرعية في عدن أن يلقوا نفس الممارسات التي تمارسها ميليشي الحوثيين وبالتالي فأعتقد أنه هناك ربما عقلاء في أوساط المجلس الانتقالي أن يلتقطوا هذه الرسالة وأن لا يستمروا في محاولة تقليد ميليشي الحوثيين في جرائمها ضد المجتمع صحيح أنه كان هناك ضغوط إماراتية في فترات سابقة واستخدم المجلس الانتقالي في عمليات شبكات السجون السرية وفي التعليم وفي الارتيالات يجب أن يعمل المجلس الانتقالي على التخلي عن هذا الماضي على الأقل وأن يكون فعلا يتحلى بقدر من المسؤولية باعتباره جزءا من السلطة الشرعية المعترف بها نعم إذن بالعودة إليك أستاذ عبد الرحمن أستاذ عبد الرحمن هناك من يتساءل يعني لماذا تصر الميليشيا سواء ميليشيا الحوثي أو ما تقوم به جماعة الانتقالي بظهور بمظهر رسمي وعمل محاكمة يعني شبه رسمية أو لنقول بها إطار المحاكمة القانونية وهم كانوا باستطاعتهم أن يتخلصوا من هؤلاء الخصوم بطرقهم وهناك الكثير من قضوا في السجون جراء التعذيب وغيره فلماذا هذا الإطار القانوني الذي تحاول الظهور به؟ هي محاولة لتحدث مع الآخر أن نحن دولة نحن لدينا مؤسسة قضائية نحن نمارس جراءة قانونية نحن لديهم فرصة ما دامت لديهم فرصة لمارسة انتقامهم من قبل ضد قصومهم السياسيين والدينيين والاجتماعيين والقبليين والعسكريين ما دام لديهم فرصة باستخدام القضاء فلا يكلفوا أنفسهم لعملية الثار والصدام وما أشبه ذلك لذلك الجماعة المسلحة مهما مارست من محاولات الظهور بمظهر الدولة لكنها تظل عملية جماعة مسلحة هناك صعوبة جدا أن تتحول الجماعة المسلحة إلى حركة سياسية تؤمن بالديمقراطية والانتخابات والتفاوض السلمي وغيرها الانتقالي اليوم مقدم نموذج ما بعد المفاوضات مع الحوثي في حال تتفق عليه الانتقالي جماعة مسلحة بدأت كجماعة مسلحة مارست عمليات القتل والأخيالات والاختطافات والتعذيب والسجون السرية ثم جاءت تريد أن تندمج في الدولة لكنها ظلت بعقلية الجماعة المسلحة تمارس نفس الوجود الدولة فقط هام شيء في المناطق التي تسيطر عليها في حال ما إذا تم الاتفاق مع الجماعة الحوثي سيتكرر المشهد في صنعه الذي يتكرر في عدن اسم الدولة موجود واسم رئيس ميس رئاسي أو رئيس جمهورية أو أي اسم يسمى وجود مثلا مجلس نواب وجود مؤسسات لكن الجماعة المسلحة أو الجماعة المسلحة مثل الجماعة الحوثي هي التي ستكون مسيطرة على الواقع وهي التي تفرض وجودها وهي التي تفرض على حياة الناس الطابع المعيشي وأيضا الطابع السياسي والطابع القانوني وتمارس كل أعمالها دون الرجوع إلى مؤسسات الدولة نحن اليوم أمام جماعات مسلحة تمارس كل أنواع التنكيل بالشعب اليمني وكل الوسائل سواء كان عن طريق القضاء سواء كان عن طريق المسجد في خطابها الديني سواء كان عن طريق المؤسسات الإعلامية في عملية التشويه والتخويف والترهيب سواء كان عن المخيمات الصيفية والمدارس تستخدم كل مؤسسات الدولة استخدامها الراتب استخدامها الوظيفة العامة يعني إجبار الموظفين على حضور الدورات وعلى الانتماء إليها تستخدم كل الوسائل من أجل محوك يعني مؤسسات الدولة وأيضا عملية أدلجة للمجتمع بشكل عام نعم إذن أستاذ عبد الرحمن ما أهمية الضغوط الدولية وردود الفعل الدولي على المحاكمات والإعدامات في اليمن هل يمكن أن تغير شيئا؟ أكيد هذا الأمر ربما أحيانا قد لا نشعر ببعض الفوائد لكن أنا أتذكر أنه بعد إعدام العشر التسع الأشخاص من أبناء تامة كانت جماعة الحوثي تستعد لإعدام ثلاثين شخص آخر لكن بسبب الضغط الدولي الذي حدث بعد إعدام هالتسع الأشخاص وبسبب حالة الغضب التي حصلت لدى المجتمع الدولي وأيضا تحدث المسؤولين الدوليين مع الحوثيين بشدة في تلك المرحلة أدى إلى توقف عمليات الإعدام لكن هي كانت بدأت سلسلة عمليات الإعدام وهي جماعة الحوثي تمارس هذا العمل بوحشية كبيرة جدا وفقا للإستشارات الإيرانية التي الإيران هي أعلى بلد في العالم تمارس فيها عقوبة الإعدام على مستوى العالم بشهادة المنظمات الدولية والحصائيات التي تصدر عن الأمم المتحدة ومقرر الخاص في عقوبة الإعدام وأيضا وفقا لمنظمة العفوة الدولية في إيران هي تأخذ الترتيب الأول وجماعة الحوثي هي الجماعة لديها مستشارين من إيران لديها أيضا دعم إيراني لديها أيضا كل الفكرة الإيرانية هي تمارسها على الشعب اليمني ما حدث في إيران بعد الثورة الإيرانية هي محاولة الوحشية الشدة الأحكام الإعدام إرعاب الناس وإخافة تمارسها جماعة الحوثي وفقا للتجربة الإيرانية التي حدثت بعد الثورة الإيرانية إذن الجماعة هي تمضي في هذا الجانب لكن وجود المجتمع الدولي بقوة وخصوصا الحوثيين في كثير من الأحيان يحتاجون إلى المجتمع الدولي هم يحتاجون كثير والمجتمع الدولي يخدمهم في كثير من المسائل وبذلك هو مؤثر جدا لذلك نحن نعول كثير وأوضل نغضب كثير عندما يتجاهل المجتمع الدولي هذه الأحكام وهذه الإجراءات التي تتقوم بها جماعة الحوثي أو أيضا حتى جماعة المجلس الانتقالي من كما رأينا قبل أيام في هذا نعم إذن شكرا جزيلا لك سيد عبد الرحمن برمان المدير التنفيذي المركز الأمريكي العدالة كنت معنا عبر السكايب عود إليك سيد محمد برأيك لماذا تغيب هذه القضايا الكبيرة عن الذهنية الجماعية لليمنيين عن وسائل التواصل الاجتماعي وكيف يؤثر ذلك يعني في هروبهم نحو القضايا الهامشية وإثارتها عوضا عن الاهتمام بمثل هكذا مواضيع هذا سؤال مهم أخت أسيا شكرا لك فعلا أحيانا اليمنيون حتى النخب السياسية والتي يعول عليها أن تكون رأس حربة في المشروع الوطني لاستعادة الدولة وإسقاط مشروع أودة الإمامة بنسخته الحوثية بنسخته الإيرانية الحوثية للأسف أحيانا يعيشون حالة من التيه والذهاب نحو معارك صغيرة يعني في الأيام الماضية للأسف الشديد كان الجميع متوجه نحو أحد الشباب لأنه يلقي مقاطع فيديو فيها جانب وعضي وبالتالي الناس أو كثير من الشباب والنخب انتقدوا هذا التوجه يعني هذا تعبير عن حالة التيه الذي يعيشه اليمنيون وخصوصا النخب التي يفترض أن تتوجه جهودها وأن تعمل كل يوم وكل فترة على ترند حول جرائم الحوثيين وتنبيه المجتمع وحشد المجتمع على الأقل ذهنيا نحو المعارك الحقيقية وعدم افتعال معارك هامشية يعني ميليشيا الحوثيين يا أخت آسيا من خلال هذه الأحكام الإعدام هي تسعى لإرهاق المجتمع نفسيا إرهاق المجتمع وإرهاق الخصوم السياسيين نفسيا بحيث يظل المجتمع والخصوم السياسيين يلاحقون بعد هذه المعارك الهامشية هذه جزء من المعارك التي تختلقها أو الحرائق التي تشعلها ميليشيا الحوثيين لإرهاق المجتمع وإرهاق اليمنيين بها بينما المعركة الحقيقية هي استعادة الدولة اليمنية سلما أو حربا هذه القناعة التي يجب أن تكون حاضرة في أذهان اليمنيين ويجب أن تكون بوصلة اليمنين دائما وعلى الدوام هي استعادة الدولة اليمنية وإنها مشروع عودة الإمامة مشروع عودة الإمامة هو الذي دمر اليوم البلاد وهو الذي أغرق البلاد في المآسي والجوع والعدام الأمن الغذائي وفي القتل والتدمير وغياب الأطر الأخلاقية حتى في معاملات الناس فيما بينهم وفي تفشي الجريمة وفي محاولة تديين المجتمع بالثقافة الغريبة الثقافة الطائفية والأحقاد والكراهية بالتالي على اليمنيين دائما في كل محطات التي يحاول البعض جرهم إلى معارك هامشية أن يستحضروا المعركة الحقيقية وهي معركة استعادة الدولة والنضال الوطني لاستعادة الكرامة الإنسانية لليمنيين لحماية الجمهورية لمنع عودة الإمامة بنسختها الفاشية الحوثية الخمينية ووصولا إلى الانتصار إن شاء الله وتحقيق أحلام اليمنيين وطموحاتهم في استعادة دولتهم وإنقاذها من براث هذا المشروع المتوحش إذن شكرا جزيلا لك أستاذ محمد الأحمد الصحفي والناشط الحقوقي كنت معنا في هذه الحلقة من المساء اليمني وشكرا لكم أيضا مشاهدنا الكرام يا حسن متابعتكم إذن ألتقيكم في مساء اليمني الجديد كونوا برعاية الله وأمنه ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر